بالنسبة للبرنامج اول الشي البرنامج اللوجيك هذا هو بس نضغط داونلود حينزل معانا بهذا الشكل اا وعندي البرنامج الثاني تبع الشغل هذا طبعا احنا يطلب مننا تفعيل ناخد الكود ونرسل ويجيني تفعيل اضغط انا لا عفوا اضغط لسق تمام واكتيفيت ساكسسفولي كده انا اتفعل عندي الحساب هذا هو الرف والاي تو سي والاي بوت والريستارت طبعا مثل ما احنا شايفين هذا الرف انتل هاي المسار الرف ون بحنتكلم عليها بشكل اعمق ان شاء الله اذا سكرنا نرجع نفتح هنشوف الجهاز البرنامج فتح معاي على طول بالنسبة للبرنامج الثاني اللي هو اللوجيك سنجعل عملية التنصيب تمام نيكست نيكست نستغل يس ابدأ في عملية او عملية التنصيب خلاص هذا هو طبعا التفعيل على كمبيوتر واحد تماما الان انا اعمل اه اولويس سوفت فير فروم اه انستول تمام نعمل او اه فتح فتح التطبيق هذا هو انا كل اللي عليه اني انا اشبك البروب او اشبك الاداة هاي هاي الاداة تجي معي انا بهذا الشكل همان زوم كابل التوصيل مع الأداء هذا هو أنا مجرد ما أني أنا أوصل الأداء في الكمبيوتر والمفروض أني يشوف الأداء عندي صارت متوصلة تمام؟ أول ما وصلتنا سبك معي على طول وفتح هذا هو جاهز أنا عندي محدد وكله تمام لو أرجع مرة ثانية أسكر أفصل الأداء ورجع أفتح البرنامج أفضل هذا التنصيب ما عد نحتاجه هنرسل البرنامج هذا على السطح المكتب على الدسكتوب تمام؟ بعدين أجي أشوف هذا هو وهذا هذا طبعا عندي سطح المكتب شوي في زحمة سنظفه بعدين هذا وهذا هذا البرنامج تمام؟ الآن يطلب مني التوصيل أول ما أوصل سيشوفه معي هذا هو تحت خلص اتغل معي حيال channel zero channel one والبرنامج الثاني اللي هو هذا هو فتح ولا ما فتح هذا هو البرنامج الثاني فهذا البرنامجين صاروا جاهزين الآن إحنا هنجيب جهاز في مشكلة في الشبكة ونحل العطل مع بعض إن شاء الله طبعا ما حشرح كثير على البرنامج لأنه نشرح سابقا عليه طبعا الـ i2c مثل ما إحنا شايفين نربط الـ i2c ونفحص هذا ستة اس هاي الـ i2c صفور الـ i2c اثنين الـ i2c واحد آآ إذا نرجع للخلف الـ iboot هذا الـ iboot مثلا آآ اثنين اثنين ثمانية ما في يعني نحط البوت بنيك بعد ما أقلع الجهاز على الـ i repair ونشوف رسالة هنحطها هنا هنعمل go enter يعطيني أنا سبب المشكلة فين والخيار الثاني اللي هو restart إذا أنا أجيب آآ ملف في restart وأحطه في هذا البرنامج يعطيني سبب restart من فين هيكون فحيجينا جهاز وحنبدأ نصلح آآ ميزة ميزة حنبدأ فيها ميزة ميزة والحلو في البرنامج إنه رح يطوروا في البرنامج رح يصير زي برنامج الـ icommons الـ icommons اللي أنا شرحت عليه أكثر من مرة آآ البرنامج بس يفتح معي يو هذا وفتح ثم فتح البرنامج يفحص على الأجهزة اللي في الـ بيربل مود طبعاً حيطوروا في البرنامج مثل ما ذكرت رح يصير زي برنامج الـ icommons في فحص الأعطال إذا كان الجهاز يدخل على الـ بيربل مود من بولتات من شاشة من آي تو سي من آآ من كل المواصفات اللي موجودة في الـ icommons حيصير على البرنامج كمان شاء الله فهذا برنامج ممتاز هنروح على البرنامج الآن ونشوف خطوات التفعيل كمان مثل ما احنا شايفين هذا البرنامج آآ طبعاً خيار خيار الرف إذا نضغط على الزائد من أعلى خلف الكاميرا عندي إذا نضغط على الزائد ونبحث على الرف الرف ما هي موجودة أو الـ RFFE ما هي موجودة فنحتاج نضيف الـ RFFE فنسكر البرنامج ونروح على الفولدر اللي ييجي مع البرنامج بعد الشراء تيجي لكل الملفات آآ هنفتح الملف ونضغط على بعد فك الضغط نفتح البرنامج نفتح الفولدر الرف في عندي أنا فولدرين فولدر مكتوب عليه فيه ثلاث ملفات حنسخها وأحطها وعندي فيه المسار C Windows System 32 وأعمل لسق والمسار الثاني أو الفولدر الثاني اسمه program file logic resource فحنسخها وأحطها في مكانها آآ حنحط الخطوات كلها في مكانها في الملف في مكانه كل ملف في مكانه متل ما حنشوف مابعاب شكرا شكرا اعتق للملفات كلها متل ما شفنا صارت جاهزة عندي ارجع افتح البرنامج اشوف رسائل تظهر معي ماكنات تظهر معي في السابق افتار الزائد وابحث على الرفئ شوفه موجودة اخر شي من تحت. فعنا ميزة الرفئ تنبل زيرو تنبل وان مثل ما هي واضحة معنا انا نعمل سيب ونبدأ في عملية الاصلاح حن عندي جهاز ايفون سبعة حنشوف موضوع الرف وحنفحص دائرة الشبكة بشكل عام وحنستخدمها ان شاء الله في الايام وقادمها في تحديد الاعطاء للشبكة طبعا عشان يكون الشغل الافضل فحنعمل سلك شلد يعني نجيب شلد ونلحم عليه السلك هذا الشلد هنقص شقفة من الشلد ونحطه في سلك نربطه في سلك على الكلوك والداتا الرف على حسب موديل الجهاز طيب انا الان عندي يمين داتا يسار كلوك ما اعرف بس انا عندي في البرد مكتوب عندي هنا مكتوب عندي على الثاني هذا مكتوب كتابة صغيرة هنا والارضي مكتوب عليه جي ان دي والارضي مكتوب عليه جي ان دي فلازم اعرف انا الدياتا فين والكلوك فين بعدين ابدأ في عملية التشغيل على البرنامج فراح نروح على البرنامج طبعا بعد توصيل الجهاز بعد تجهيز البروبات ونتأكد انها سليمة ما يمنع نجيب الابوميتر بهالشكل هذا هنتأكد انه التوصيل سليم ولا في مشكلة والحك الارضي على الارضي الاحمر على الارضي واشوف في عليه ممانعة باش شكل اشوف انا اطلع علي ممانعة بس ما طلعت عندكم ثماني بس طلعت طلعت القراءة تمام احط انا على الشلد الاول اشوف عندي ممانعة فاذا الجنبر سليم واجي على الثاني احط الارضي وانمس وفعطاني ممانعة فاذا الجنبر تبعي سليمة الان انا اجي على مرحلة التوصيل الكلوك فين والداتا فين حنشوفها ما بعض اجي على المخطط خينا اصغر الكاميرا شوي تمام يعني قبل ما نروح على المخطط نجي على البرنامج طبعا رح يكون في ذكر لخاصية الريف وبعدين خاصية الاي تو سي والاي بوت والريستارت لكن بشكل عام وظائفها معروفة الريف او الار اف اف اي هي فحص الخطوط الشبكة مثل هذا سبعة انتل ثمانية اكس كله السبعة والثمانية واحد عفوا السبعة والسبعة بلاس واحد والثمانية والثمانية بلاس واحد لغاية الاثنى عشر برو ماكس كيف حص الواجهة الامامية يعني اذا كان الجهاز نو سيم او نو سيم سيرفيس نو سيم سيرتينج يعني بس انه لا توجد خدمة معناها في عندي مشكلة في دائرة الباس باند او الباور باس باند هذا ما يفحصه فالميزة الاولى اللي هي خطوط الشبكة الميزة الثانية اي تو سي اي مواضح ان الموضوع تماما مواضح وضوح الشمس خطوط الاي تو سي كمان هيكون في الها فيديو مستقل بعدين الاي بوت اذا في عندي مثلا انا اي بوت اه ميتين وتسعة اشوف ما اعطاني انا خطأ ممكن يعني حسب الخطأ اللي يجينا حسب موديل الجهاز اشوف انا اذا اتذكر احد الخطوط اللي كان في عليها مشكلة مثلا في الاي بوت بنيك انا صورت اكثر من من اه جهاز كان في مشاكل في البوت بنيك مثلا اثنين اثنين ستة في الاي بوت اثنين 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 اكتب اثنين 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 ا اي ري بير او الماجي كودياك او بوكس الجي سي او كابل دي سي اس دي على رسالة البوت بنيك انا بامكاني اعرف مشكلتي في الجهاز او اثناء عملية السوفتوير هيعطيني رسالة بوت بنيك عن طريقها كمان انا احدد مشكلتي فين كمان الريستارت هذا ملف الريستارت معروف اذا انا عندي اه الجهاز يفصل مثلا بعيد دقيقتين او ثلاث دقائق اه عن طريق الريو تولز استخرج الملف بعدين اجي اعمل اه الدايجنوز دايجنوز فايل يعني ملف اللي انا اخدته من الثريو تولز ويعطيني سبب الترسيد في هذا الجهاز الان انا عندي الريف ايفون سبعة انتل عندي المسار هو ار اف اف اي ون طبعا في الكوالكم هيكون في عندي انا اكثر من مسار اه اف سيكس و اف سبن و اف ثري يعني الار اف اف اي ستة او الريف اختصار يعني سبعة او الريف ثلاث فانيجي على سبعة انتل في عندي انا رف واحد تمام اذا اجي على المخطط اكتب من تحت انا ار اف اف اي ون تمام يفتح عندي انا كلوك و داتا كلوك و داتا لو انه اه اكوالكم حنكتب ار اف اف اي ثري حيطلع معاي كلوك و داتا اه رقم ثلاثة فانا عندي هذا كلوك و داتا طبعا هذا المسار هاي هذا عندي كلوك وهذا عندي داتا تمام هذا عندي كلوك وهذا عندي داتا يعني يسار كلوك ويمين داتا طيب اجي انا لو نحفظ مثلا اللي على اليمين جهة اليمين جهة اليمين يعني الاصفر اللي انا رابطه الاصفر اللي انا رابطه وهذا data واللي على اليسار اللي أحمر اللي أنا عامله في الكاميرا اللي هاي أنا أكبرها يعني الأحمر أنا عامل جهة اليمين أصفر وجهة اليسار أحمر مقارنة معه يعني بالمقابل معه البورد نفسه لأنه البورد نفس المخطط محطوط بشكل عرضي يمين أنا حاطت ال data ويسار حاطت ال clock إذا أجي مثلا على البرنامج اللي هو هذا وشفنا طريقة إضافة ال RFFE تمام آجي أنا على هذا أختار RFFE تعمل edit تمام أنا اللي clock مختاره صفر يعني اللي برب اللونه اللي مكتوب عليه صفر هذا هنا في كتابة مثلا هذا channel 15 هذا channel 15 هذا اللي أنا رابط عليه مكتوب عليه channel 1 هذا channel 1 وهذا channel 0 فإذن channel 1 مثل ما احنا شايفين channel 1 في البرنامج في البرنامج channel 1 هو data يعني لازم يكون الأصفر هو data إذا أرجع على المخطط أصل النت ثواني بس أرجع أفتح نت ما هي المخطط أرجع مرة ثانية أنا على مكان اللي كنت شغال فيه هذا اليمين داتا تمام إذا أرجع على البرنامج اليمين داتا الداتا يعني channel 1 أرجع على البروب الأسود لهذا الأصفر أنا حطت channel 1 صح والchannel 0 هو channel 0 clock يعني الأحمر إذا أرجع أنا على البرنامج إذا أرجع أنا على المخطط اللي على اليسار هو clock يعني واضح اللي clock على clock data على data حسب اللي prob عندك يعني أنا مختار مثلا في البرنامج اللي clock channel 0 فإذا أنا لازم أربط channel 0 حسب اللي prob على channel 0 بس بهالشكل هذا يكون أنا حدثت البرنامج بعدين أعمل save وأجيب الأرضي ما أنسى الأرضي تمام وأحط الأرضي في الأرضي نفسه على البورد طبعا إذا أنا شغلت الجهاز شغلت البرنامج بدون أرضي هشوف فيه خربطة فأنا أشبك الأرضي عشان يبدأ ياخد معي أنا قراءة مظبوطة فنعمل مرة ثانية restart هنسكر هنرجع نفتح البرنامج وحنختار ال channel مظبوط مكانة channel صح تمام هناخد الرف زي ما هو ونعمل start تمام وأكون أنا حاط الأرضي في مكانه تمام إذا ما كان موجود عندي أنا أرجع عيل إذا ما كان موجود عندي أنا إلي الكاميرا شوي خليها بأي الجهة إذا ما كان موجود عندي أنا رف فأنا آجي أعمل إضافة أضغط على الزائد تمام وأنزل لتحت أشوف فين ال RFFE هاي هي تمام أختارها channel 0 channel 1 أعمل save وأختار start يبدأ في عملية القراءة تمام يبدأ في عملية القراءة تمام أجي أنا أشغل الجهاز بهالشكل هذا تمام أشغل الجهاز وانا حاطت الأرضي في مكانه وانتظر الجهاز إلا ما يفتح 300 400 يسحب الآن 600 700 فتح الجهاز الآن أنتظر عليه شوي لغاية ما تطلع عندي أنا الإشارة في البرنامج هاي هي ظهرت معي الإشارة مثل ما احنا شايفين هاي الإشارة ظهرت معي أصبر عليه شوي خلاص يكفي عمل أنا stop إذا أعمل زوم أشوف أنا هاي الشكل الإشارة وهاي طريقة المشي تبعها هاي إياها هاي ما احنا شايفين لآن أنا أريد الملف هذا أو الشغل اللي أنا عملته حطه على البرنامج أجي اختار لازم تطلع لي أنا كتابة هنا فأنا أعمل آآ أضغط على الثلاث نقاط وأعمل restart تظهر معي القراءات بالكامل التحد بعدين أعمل آآ export إذا ما كانت تنفع على ال export table فأنتظر شوي لين ما يخلص القراءة بعدين تظهر بيتكون ما هي مفعلة بعدين تتفعل معي أضغط export table زي ما هي البيانات تمام الفيزابل والسيرتش ميثود بعدين cvs بعدين export تمام وأختار آآ الملف نفسه هنا وأكتب آآ سبعة انتل تمام وأعمل export export كومبليت خلاص استخرج كل البيانات صارت على الملف أتكر هذا أنا خلاص ما عدا أحتاجه وأروح البرنامج نفسه وأعمل start diagnosis تمام وأروح على الملف على الفولدر اللي أنا حفظت فيه الملف هذا هو سبعة انتل مرة ثانية ما عليش أختار مرة ثانية هذا هو السبعة انتل أشوف عندي أنا ومن المفروض أنا يعطيني كله أوكي لأنه ما في أكثر من ريف فأختار أنا هذا هو يكون عندي كله شغال يعني أنا فصلت القراءة قبل لا تكمل بالكامل لازم يعطيني كله أخضر بهالشكل هذا هذا أنا جربت قبل لا أصور الفيديو فرح أرجع أعيد مرة ثانية عشان يكون الشغل صح أرجع أعمل back أرجع على البرنامج أرجع أبتح البرنامج وأطفي الجهاز وأشبك الأرض في مكانه تمام وأسكر هذا وأسكر هذا وأختار ريف زي ما هو تمام وأعمل start تمام وأشغل الجهاز تمام ثلاثمية أربعمية ميتين أرجع هيوة ستمية سبعمية بدل الجهاز يفتح واحد ونص صدت تطلع للإشارة خلي خلي أصبر الإشارة ما خليها تروح ترجمة نانسي قنقر تمام أتوقع يكفي كفي فأضغط أنا top وأعمل port export تمام واحدين ثلاث port data port complete تمام بعدين أرجع على البرنامج هذا هو أعمل ريف وأختار تكره ايفون سبعة start تمام هذا هو الملف اختار واحد اتنين ثلاث أضغط عليه يعطيني أنا كله أخضر فإذا كله سليم طبعا الجهاز ما في مشكلة لكن لو كان في مشكلة حشوف أنا واحد من اللي هذولا في عليهم مشكلة مرة ثانية إذا أرجع أضغط على السبعة انتل start diagnosis بعدين أختار واحد اتنين ثلاث شوف كله أخضر الملف أول واحد اللي أخذنا ما كان كامل اللي هو هذا سبعة انتل ما انتظرنا عليه لا يكمل فاشوف زي ما احنا شايفين في بعض منه أحمر ننتظر على الجهاز اللي ما يخلص بعدين نعمل سحب للبيانات يعطيني كله أخضر إذا كان في مشكلة في أحد الاي سي هات حشوف مكتوب عليها not working طبعا حنعتمد هالعملية الفحص في الأجهزة الشبكة وحنعتمد على إن شاء الله على الاي تو سي وعلى الاي بوت وعلى الريستارت برنامج جدا ممتاز يشكر لأستاذ أحمد على هالتصميم هذا وعلى هالشغل الجبار الممتاز إن شاء الله بالتوفيق للجميع وللأستاذ أحمد تحياتي للجميع أخوكم وسيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته